أهلا بكم لسا متابعين معاكم مستجداد تخصيص وزارة الإسكان ومثالة في صندوق الإسكان الاجتماعي شؤق جديدة جهزة للتسليم الفوري لمتوسط الدخل وده ضمن مبادرتين البنك المركزي لتمويل العقاري بفايدة 3% و 8% وبعد كل طرح من مشروع الإسكان الاجتماعي طبيعي أن الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بيتسألوا عن المواعيد الجديدة للحجز في المشروع علشان كده هنعرف حضراتكم حالا كل التفاصيل الخاصة بالشؤق دي أماكنها أسعارها شروطها وكمان خطوات الحصول عليها وزارة الإسكان علامت عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية جهزة للتسليم الفوري بفايدة 3% و 8% الشؤق دي هيتم طرحها ضمن مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة ابتداء من 15 فبراير الجاري بالنسبة لتفاصيل شؤق الإسكان للتسليم الفوري هيتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل بجانب التسجيل وتقديم طلب الحجز ورفع الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للسندوق وده تحديدا هيكون خلال الفترة ما بين 15 فبراير وحتى 8 مارس مشروع سكن مصر بيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن أكتوبر الجديدة العبور الجديدة الشروق القاهرة الجديدة المينيا الجديدة وبدر حداي أكتوبر ودميات الجديدة وناصر غرب أسيود مساحات الشؤة هتتراوح ما بين مية وستة متر مربع ومية تلاتة وتلاتين متر مربع المواطن بدوره هيسدد مبلغ أربعين ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز وحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان هيتم طرح كمان وحدات أخرى ضمن مشروع دار مصر في مدن السادات وخمستاشر مايو والشروق العاشر من رمضان بدر برج العرب الجديدة حداي أكتوبا المساحات هتتراوح ما بين مية متر الحد مية وخمسين متر تقريبا وهيسدد المواطن في الحالة دي مبلغ ستين ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز أما مشروع جنة فهيشمل طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري كمان في مدن ستة أكتوبر المينية الجديدة القاهرة الجديدة الشروع والعبور بمساحات تتراوح ما بين مية متر ومية وخمسين متر المواطن هيسدد فيها تمامين ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز وهيتم تخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان بأسبقية الحجز وأعلى المواطن أن يقوم بسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على موقع الإلكتروني لسندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أما بالنسبة للشروط اللي لازم تنطبق على الراغبين في الحجز فتتمثل بالآتي أولا ما يقلش عمر الراغب في الحجز عن 21 سنة وما يزدش عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان اتنين لازم يكون المتقدم من منخفض الدخل يعني ما يزدش صافي الدخل السنوي عن 6000 جنيه شهريا ده للمتزوج و4500 جنيه شهريا للأعزب تلاتة لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد أربعة أن لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة خمسة أن لا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان ستة تتمثل الأوراق المطلوبة في صورة بطائة الرقم القومي للمتقدم وزوجه سارية أسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد ومستندات الإثبات سبعة الدخل يكون دخل المذكور هو صفي الدخل الشهري ويتم تقديم مرتب الزوجة أيضا شكرا لكم اشتركوا في القناة